اشتركوا في القناة الامر عنده متساوي ومو فارق معاة شم قاعد يصرف بكل مكان يروح له ومو مستوعب القيمة المال اهني نقول لكم الاجازة الصيفية هي فرصة ذهبية لاستثمار الوقت المرن المفتوح اللي ما في نظام وما في روتين عشان نعلم عيالنا الاتزان المالي نبدأ مع عيالنا بصورة قريبة نتناقش كل طلعة احنا شم نصرف او للتركيز على الطفل او هو اللي يقول شم يصرف بهذه الطلعة نبدأ نحسب معه مصروفاته بعدين نبدأ نحسب خلال الايام كم المبلغ اللي يحتاجه ونوصل للاسبوع ونوصل للشهر وبالتالي نبدأ نرسم الخريطة المالية للطفل خلال شهر من الزمن اني هني البعض يقولوا ليش تبوا ان نفتح عيون عيالنا ونعلمهم البخل هناك فرق كبير بين ان انت تعلم ولدك ان يكون عنده امان مالي وبين انه يكون بخيل واللي بايده ما يصرف فيه على نفسه الفكرة هنا اني انا اعلم الطفل ان قيمة المال عندما تصرف لا بد تعود عليك بالمنفعة اما تكون متعة واما تكون اقتناء شيء معين واما تكون في سبيل الصدقات والحصول على اجر من الله سبحانه وتعالى ما ننسى مع بعض ان في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم وهذا جزء مهم ان الطفل يكتسبه لما يشوفه في خلق ولي الامر سلوكي مارسة بحياته الروتينية ومو من خلال محاضرة معينة ان تتعلمي اياها نبدأ مع بعض نقول شلون نبدأ نعلم الطفل فكرة الادخار اصلا لما ان اي يقول له انت شنو تبي تشتري لي مثلا اليوم الفلاني او بالمناسبة الفلانية فيبدأ يطلب شيء كبير بمبلغ معين من المال احنا ما نختلف ان ولي الامر قادر على توفير هذا الشيء للطفل ولكن احنا هنا الفكرة مو ان احنا نبي نوفره او نبي نمنعه الفكرة اننا بيستوعب قيمة المال المصروف مقابل الشيء اللي يبي يحصل عليه فانا لما اي اقول له خلال الطلعب اليوم الواحد او خلال الاسبوع تصرف مبلغ معين من المال فاش رايك لو استقطعنا مننا الجزء بمبلغ معين ونبدأ بمبالغ بسيطة بحيث ان احنا ما نأثر على حرية الطفل وما نكرها بالفكرة اليديدة اللي احنا نبي نعلميها وبعدين نبدأ نحسب لو انت كل اسبوع وفرت هذا المبلغ خلال شهر في اربع سابع راح توفر المبلغ الفلاني ونبدأ شوي شوي خطوة خطوة نساعد الطفل بعملية الادخار ونركز مع بعض ان عملية الادخار لا علاقة لها بخلق ان الطفل يكون بخيل وان يكون معا اموال ويبي يحتاج شي يشتريه حالا ويمتنع عن شراءه فقط في سبيل جمع المال وتكديسه لا الادخار شي ثاني نشاط لازم نعلم الطفل ان يكون عنده ميزان يوفر بالاشياء الضرورية او الغير ضرورية وشلون يقسم فلوسه على مساحة الوقت والاستمتاع اللي هو يحصل عليه شلون ممكن انت خلال الوقت اللي تطلع فيه تستمتع تصرف المبلغ المالي المعين مثلا بدال ما تشتري وجبة وعصير ولعبة ممكن تكتفي ان انت تشتري الوجبة والعصير وانت اساسا قاعد تلعب بالالعاب فمو محتاج تشتري اللعبة اليوم لانك راح تجمع المال خلال شهر وتشتري لعبة اكبر في نهاية الشهر يبدأ الطفل يستوعب قيمة المال المدخر اللي راح يجمعه والنتيجة النهائية بعد مدة معينة من الزمن واحنا متفقين عليها معاه المهم هنا ان يكون ولي الامر متابع لما يقوم به الطفل وكيفية استمرارية عملية الادخار يدعمه ويساعده للوصول الى الهدف لان احنا لو بدينا معاه بالبداية وتركناه من منتصف الطريق طبيعي ما راح يستمر الى النهاية وما راح يوصل الى الهدف اللي احنا نبي يوصله وما راح يكتسب القيمة من المهارة اليديدة اللي احنا قاعدين نعلم عليها فلابد ان احنا نحرص ان احنا نكون قراب نحتوي عيالنا نحاورهم بصورة مستمرة ونشجعهم للوصول الى الهدف اللي احنا نبي نوصله بالمرحلة الاولى وهو بالبداية ان يستوعب قيمة ادخار المال في البداية قد يستصعب الطفل ان هو يجمع هذا المال فنحاول ان احنا نقلل قيمة المال المدخر لأنه بالأساس مصروف الطفل موايد كبير وانساعده أنه يوصل للهدف اللي يبيه بالمرة الأولى يكون إيدنا بإيده ندعمه مثلا جمع ربع المبلغ ممكن أنا أكمله وخليه يحصل على شيء اللي يبيه بالمرة الأولى لكن مو بصورة مستمرة أورينا أنا لأنك جربت أنا ساعدتك والمرة الياية راح تحتاج تستمر المدة أطول خلكم أقرأوا بفاصل ورادين ومكملين بالاتزان المالي رجعنا معكم برنامج هلا يا صيف ولا زلنا في حديثنا مستمرين عن الاتزان المالي والمهارة اللي ديدة اللي نبنى استثمر فترة الصيف ونعلمها عيالنا عشان ما نبينسمعكم اليوم رايح تشتكون أن الطفل محاسب قيمة الفلوس اللي بإيده لأن كل مهارات الطفل ترجع للعملية التربية اللي احنا أساسا قاعدين نعلم عيالنا ونربيهم عليها إذا كنا احنا ما علمناهم قيمة الحصول على المال وما يأتي به المال من مقابل فبالتالي الطفل منطقيا ما راح يتعلم هذه المهارة لذلك احنا نقول الدور الأساسي لكم كأسرة كولي أمر مجابل هذا الطفل محتوي وامتابع كيفية تطور مهاراته ونموها لابد أن احنا بالبداية لما نعلم الطفل يدخر جزء من المال حتى يحصل على شيء معين أهو يبي هنا أنا بالخطوة الأولى أبدأ أعلم الطفل أنه يجمع مبلغ معين من المال للوصول إلى هدف معين أهو يبي يوصله أبدأ أنا أوازن معا المسألة كيفية جمع المال وكيفية الوصول للهدف المراد الوصول له في نهاية المطاف وتعلم هذه المهارة تحت مظلة كولي أمر متابع حريص على تعلم طفلي لهذه المهارة ومشجع ومحفز للاستمرار لأن طبيعي كطفل أنه كل ما يكون بإيد المادة يبي يحصل على أهدافه ورغباته بصورة أسرع هذه الفكرة مو بس راح أتعلم أنه يكون عند الدخار راح أتعلم مجموعة من المهارات المختلفة راح أتعلم أولا الصبر أنه راح يصبر على رغباته لما يبي شيء يتعلم أنه يجتهد ويحاول أنه يوصله مو دائما مثل ما نسمع أن بعض الأطفال يعتقد أن الشمس تشرق له له لوحده على الكرة الأرضية فكل ما يبي شيء يعتبر طلباته أوامر فكرة أنه يتعلم الإدخار راح أتعلمه أنه هو شلون محتاج يتكأ على نفسه ويساعد نفسه للوصول إلى هدفه راح أتعلم الصبر راح أتعلم قيمة المال اللي بإيده وراح يكتسب مفهوم يديد أنه جزء معين من المال عندما يعطى للفقراء أو المحتاجين فإنما ينقص من مالك شيئا وإنما يزيد البركة بالمال شلون راح يكتسب الطفل هذه المعلومة؟ راح يكتسبها لما يشوفها خلق ثابت وسلوك طبيعي في حياة ولي الأمر والكبار المحيطين فيه لما يشوفهم وهم طالعين يعطون مبلغ بسيط من المال لأحد المحتاجين ويناقشون الطفل وبصورة بسيطة وطبيعية أنه إحنا عطينا هذا المبلغ لأنك إذا عطيت جزء من أموالك للسائل والمحروم كما قال الله سبحانه وتعالى في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم فإن هذا يزيد البركة بالمال هذا يخلي فلوسك تزيد و الله يبارك لك فيها وتحطها بالمكان الصح فيبدأ مع استمرارية وتكرار السلوك يكتسب الطفل كجزء من الخلق اللي هو يتحلى فيه غير لو آنيت وقعدت وعطيت محاضرة أن أنت لازم تساعد الفقراء والمحتاجين وتدخر جزء من فلوسك كصدقات هنا هو ما راح يكتسبها كخلق لأن الطفل ما يستوعب قيمة السلوك المكتسب من خلال الحديث أو إعطاء المواعظ وإنما بسلوك واضح يشوفه إمار سولي الأمر بصورة مستمرة وطبيعية فيكتسبه من خلال التعلم بالقدوة هنا نحن نقدر نقول لكم أن نحن من خلال تعلم مهارة الإدخار كيف يدخر الفلوس شلون يحط حق روحه خطة وخريطة لصرف المال خلال مدة زمنية معينة وممكن نبدأ بالأيام القصيرة حسب عمر الطفل اللي أنت تبتبدي معاه ممكن من خلال يوم واحد وبطلعة واحدة مخصص لك لطلعة اليوم المبلغ الفلاني من المال خلال هذه الطلعة من قبل لا نطلع هذا المبلغ ممكن يشتري كذا 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 ويقسم حسب كذا كذا أنت شرائك يا طفلي هل يكفيك أنك تشتري الوجبة وتشرب العصير بدون ما تشتري لعبة فهو يبدأ يفكر أنت أنا أبدأ أناقشة وأفهم أن أنت راح تلعب بالألعاب راح تستمتع فيهم فأنت مو محتاج تشتري لعبة اليوم لو وفرت فلوس هذه اللعبة من مبلغك اللي راح تصرفها في هذه الطلعة راح ناخذها للطلعة اللي بعدها ويصير عندك مبلغ أكبر فيبدأ شوي شوي يستوعب قيمة توفير المال أنه مو معناته أنك راح تبخل على نفسك وإنما قد تستغنى عن الأشياء التي يتم إشباعها بصورة أخرى وتوفيرها لمكان آخر تحتاج فيه الفلوس بكمية أكبر أو أيضا أن أنا أوجه سلوكه أن أنت خلال هذا الطلعة في هذا اليوم المبلغ المخصص لك لو تأخذ منه جزء أحد العمال الموجودين في هذا المكان الممتع اللي أنت تلعب فيه أحد العاملين اللي يحافظون على نظافة المكان جزء مستقطع من مصروفك الخاص تعطيه تخيل أن أنت راح تكون سعيد وهذا الشخص راح يكون سعيد فبالتالي إحنا هنا علمنا عيالنا كيفية الاتزان المالي من خلال أكثر من مهارة وسلوك إن مارسة معاكم وصلنا معاكم لنهاية حلقة اليوم كنا معاكم برنامج هلا ياصيب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر